والآن إلى آخر الأخبار الاقتصادية قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية في وزارة الطاقة رفع أسعار بيع المحروقات لشهر آب بعدما أظهرت معدلات الأسعار العالمية ارتفاعا ملحوظا على أسعار المشتقات النفطية خلال شهر تموز وبحسب القرار فقد تم رفع سعر بيع لتر البنزين أوكتان 90 إلى 775 فلسا للتر الواحد بدلا من 750 فلسا والبنزين أوكتان 95 إلى 1000 فلس بدلا من 970 فلسا للتر الواحد كما قررت اللجنة رفع سعر مادتي السولار والكاز بمقدار 15 فلسا ليصبح سعر اللتر الواحد 605 فلسات بدلا من 590 فلسا كما قررت اللجنة تثبيت سعر الصوانة الغاز عند 7 دنانير وقرر مجلس مفوض هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن تحديد بند فرق أسعار الوقود في فتورة الكهرباء لشهر آب المقبل بقيمة 10 فلساة لكل كيلو واط في الساعة على جميع قطاعات وشرائح التعرفة وهي نفس القيمة المعتمدة لشهر تموز الحالي حققت الملكية الأردنية خلال النصف الأول من العام الحالي أرباحا إضافية بلغت مليونا ونصف المليون دينار مقارنة بخسارة صافية في النصف الأول من العام الماضي بلغت 12 مليون و700 ألف دينار المدير العام والرئيس التنفيذي للشركة ستيفان بيلشر خلال مؤتمر صحفي لإعلان النتائج المالية والتشغيلية للنصف الأول من العام الحالي قال إن ارتفاع الإيرادات وانخفاض التكاليف وتراجع فاتورة الوقود بنسبة 5% أدت إلى تحقيق صاف ربح تشغيلي من الأنشطة المستمرة بلغ 3 ملايين و400 ألف دينار مقابل خسارة بمقدار 11 مليون و100 ألف دينار لنفس الفترة من العام الماضي كما حققت الشركة ربحا إجماليا بلغ 52 مليون و200 ألف دينار مقابل 34 مليون و800 ألف دينار في النصف الأول من عام 2018 بمعدل ارتفاع بلغ 50% احتفلت شركة أورانج باختتام الموسم السادسي من برنامجها لتسريع نمو الأعمال الناشئة والذي ضم 6 شركات ناشئة بعد أن أمضوا نحو 6 أشهر من التدريب كما احتفلت الشركة باستقبال 5 شركات ناشئة جديدة نجحت في الانضمام للموسم السابع من البرنامج من بين 70 شركة تقدمت بطلباتها لتكون جزءا من البرنامج برنامج بيك باي أورانج هو المنصة لدعم الرياضيين الشباب من شركة أورانج الأردن هو برنامج صراحة احنا كتير فخورين فيه بالمسؤولية الاجتماعية لأنه كتير له نتائج إيجابية الحمد لله لهذه الشركات احنا بنعرف موضوع الرياضي فيه له مساهمة فعالة بالاقتصاد وموضوع تخفيف البطالة لأنه كل رياضي عم بيشغل كتير من الموظفين أو إذا كان فيه ناس بخلي نحكي بايت تايم عم بيكون معاهم قدمت الحكومة اليابانية منحة جديدة للمملكة بقيمة 15 مليون و700 ألف دولار أمريكي لتمويل مشروع تعزيز الأمن في مراكز حدود ميناء العقبة ضمن برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية وقال وزير تخطيط وتعاون الدولي وزير الدولة للشؤون الاقتصادية محمد العسعس إن تقديم هذه المنحة يأتي استجابة من الحكومة اليابانية للطلب المقدم من الأردن في التخفيف من الأعباء الملقات على كاهل الحكومة من خلال توفير أجهزة تفتيش بالأشعة الثينية في المراكز والمنافذ الحدودية في مدرية جمهورك العقبة وجود خمس أجهزة لفحص الشحنات القادمة أو الخارجة من العقبة سيعطينا درجة عالية من دقة معرفة ما بداخل كل شاحنة وبنفس الوقت يعطينا سرعة الإنجاز للشاحنات يعني تعلم أن كل جهاز يستطيع درايف ثرو حوالي 100 شاحنة في الساعة الواحدة ولذلك وجود أربع أجهزة ثابتة واحد اثنين قبل واد اليتم واثنين في منطقة خروج الشاحنات من ميناء الحويات بالإضافة إلى وجود أحد الأجهزة متحرك في الميناء الرئيسي رفضت غرفة صناعة الأردن مشروع قانون إدارة النفايات المعروض حاليا على مجلس النواب مؤكدة أنه لا يشجع على إقامة أي استثمارات جديدة في القطاع الصناعي وأنه سيضيف أعباء مالية جديدة الغرفة أكدت أنه لم يتم التشاور مع القطاع الخاص عند إعداد مشروع القانون مضيحة أن القانون يعطي وزارة البيئة صلاحيات غير مسبوقة ما يشكل تعارضا مع مهام وزارة الإدارة المحلية ولفتت الغرفة إلى أن مشروع القانون سيزيد الأعباء المالية على القطاع الصناعي إلى جانب التحديات الجسيمة التي يعانيها طالبت شخصيات حزبية ونيابية بعدم الإسراع في إقرار تعديلات على قانون الضمان الاجتماعي وإتاحة المزيد من الوقت لمناقشتها والتي ستعرض على مجلس النواب خلال الدورة الاستثنائية الحالية ودعا متحدثون في ندوة حوارية أقامها تيار التجديد بعنوان مشروع قانون الضمان الاجتماعي وتعديلاته إلى عرض المشروع على لجنة مشتركة تضم لجنتين العمل والمالية النيابية الحفاظ عليه والحفاظ على حقوق المواطنين المساني قضية تستحق البحث والدراسة والتمعيس والمعرفة أيضا ولكن هذا المقر هو من مقرات نحن صح كلنا من التفقين أن التقاعد المبكر له ثقل على مؤسسة الضمان ماديا وماليا كبير ولكن بحكم أنه أنت مش عم تصلح لقانون العمل أنا ما بجقدر أجي ألغي مرة واحدة أنا بقترح عليك اقتراحه وهذا هي السنة التي أسنناها واتفقنا عليها مع مؤسسة الضمان ومع الحكومة ولكن بما أن حكومتنا ليست ذات مسؤولية تراكمية ومؤسساتنا ليست ذات مسؤولية تراكمية كل واحد يأخذ القرارات قلنا يا أخوان الحل الأمثل نحن لدينا تقاعد مبكر على الـ 45 وتقاعد شيخ يوخة على الـ 60 دعونا نرفع سن التقاعد المبكر بالتدريج الحل يكمن بالتدرج